يلتقي الفيصلي نظيره الصريح اليوم عند الساعة الثامنة والنصف مساء على السادة الأمير محمد في مدينة الزرقاء لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد لكرة القدم الفيصلي يخوض المباراة سعيا نحو تحقيق نتيجة إيجابية تخوده إلى الدور نصف النهائي في طريق الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي حيث يتصدر المجموعة بسبع نقاط في المقابل فإن الصريح يخوض المباراة بأمل الفوز فقط للعبور للدور المقبل حيث يمتلك في رصيده ست نقاط